كوثر ما أعلنه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والنيابة العامة في روسيا هو إسقاط التهم التي أسلدت لمجموعة فاغنر وقائدها يفغيني بريغوجين حول العمل التمرد المسلح إيقاف العمل بالقضية الجنائية التي رفعت ضد مجموعة فاغنر وعناصرها وفق الاتفاق الذي تم الوصول عليه في وقت سابق بين الكريملين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بوساطة بلا روسيا هذا يعني إمكانية مغادرة عناصر مجموعة فاغنر إلى بلا روسيا في حال ما إذا اختاروا الخيار الثالث الذي عرضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو تسليم الأسلحة لوزارة الدفاع الروسية وتوقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية والأمر أيضا ما أكدته الدفاع الروسي صباح اليوم التي قالت بأن الاستعدادات جارية لتسليم مجموعة فاغنر لأسلحتها الثقيلة لوزارة الدفاع الروسي الخيار الثاني الذي أيضا عرض على مجموعة فاغنر هو توجه إلى عائلتهم ما يعني اعتزال العمل العسكري والسياسي ثلاث خيارات أمام مجموعة فاغنر وقائدها التي تقول وسائل إعلام محلية بأنه تم رصد طائرة تابعة لمؤسس مجموعة فاغنر حطت في مطار عسكري بالقرب من العاصمة البيلاروسية مينسكا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عندما سئل عن مكان تواجد قائد مجموعة فاغنر يفقيني بريكوجين قال بأنه لا يمتلك أي معلومات ولا يريد التعليق على الأخبار المتداولة التي تفيد بأن طائرة تابعة لمؤسس مجموعة فاغنر وصلت إلى الأراضي البيلاروسية بشكل عام كوثر يبدو بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بوتين وبريكوجين بوساطة الرئيس البيلاروسية أليكساندر لوكاشينكا شرع في تنفيذ بنوده سواء تلك المعنية بعدم متابعة عناصر مجموعة فاغنر وقائدها متابعة قانونية وقضائية بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ العقود بين عناصر مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع الروسية وهيئات إنفاذ القانون في روسيا الاتحادية من ناحية أخرى يوسف كلمة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هل معروف ما قد يتناول خلال هذه الكلمة؟ صحيح كوثر معنى له المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي كلمة أمام عدد من تشكيلات أجهزة الآمن الروسي بما فيها جهاز الآمن الفيدرالي وأعضاء من الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بالإضافة أيضا إلى تشكيلات من حرص الحدود وذلك لشكرهم على العمل الكبير الذين قاموا به للتصدي للتمرد المسلح والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد بما أكده أيضا بيسكوف بأن عمل كبير وجبار كان خلال الأيام السابقة وأن الأهم هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار السلام واختار إبعاد السيناريو الأسوأ على روسيا الاتحادية في انتظار الكلمة المنتظرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الأعضاء من أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع للوقوف على آخر الترتيبات التي قامت بها تشكيلات الأمنية للتصدي لأتمرد المسلح وللحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد ماذا عن الجانب الميداني بالنسبة للحرب الأوكرانية خاصة وأن الجانب الأوكراني يتحدث عن تقدمه في مناطق عدة في ظل هذه التطورات التي تحدث بالنسبة للجانب الروسي ميدانيا كوثر وعلى أكس ما يروج له الجانب الأوكراني الذي يقول بأنه أحرز تقدما كبير في محور باخموت وفي بعض الأجزاء من دانيتسك الدفاع الروسية تقول بأنها صدت وبشكل ناجح كل الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية خاصة ما تعلق بمحور كوبيانسك ومحور باخموت وجنوب دانيتسك وألحقت خسائر كبيرة في صفوف المقاتلين الأوكرانيين تفوق خمسمائة وخمسين عسكري أوكراني بالإضافة إلى تدمير عدد من المستودعات للذخيرة وسلاح للقوات الأوكرانية وذلك باستعمال سواريخ بعيدة المدى أطلقتها البحرية الروسية